مين اللي جالك ان انا اهنية؟ لا ابدا انا كنت جاي بص على رجالة طب تعالى اقودي حسن خير يا خوش ولا زيت تطمن علي ومشي طوالي لا ابدا انا بس كنت مستعجله وقلت اكيد انت تعبان مش هتقدر تقعد وتتكلم والله يا حسن لو بموت وانت جيد هجوم اقعد معاك انت مش تمام وكويس الحمد لله انا زي الاسد زي ما انت شايفه اوه صلا بعد حيكت يبقى طوى جود ونفطروا سوا لا هنفطروا ايه والله العظيم اعملها معاك اكتر من اللي فات لو علي ايه يبقى ناكله انسا اللي فات الدنيا ما تستهل شي انا وانت مناش غير بعضين يا حسن انا عايزك تصحصح يا مروان الدنيا دي محدش هياخد منها حاجة على جولك هي يا ريمو عادل كانوا عندك بيتطمنوا عليك وبس ولا في حاجة تانية انا بس عايزك تاخد بالك من الناس دي يا صح انا نسيت دي عارف الناس دي اكتر مني انا اللي حقولك شكله كده الوقت اللي حيتاخر وانا ما عنديش وقت الف سلام عليك يا اخوي خلي بالك من نفسك المرة دي ربنا سطر لكن المرة اللي جاية محنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل واحنا محتاجينك ربنا استرها معانا ولا ايه جول يا رب يا رب زاك يا حسن انت رايح فين ما تقعد تاكل لهم معانا عندي مشوار وحاجة تانية بالإذن تعالي اتفضل اتفضل ايه روح انت مروان اوعد كون زعلت حسن ولا اتخانيتي معاه أبدا مواللهي انت عارف ان اخوك حسن اكتر واحد بيحبك في الدنيا دي اول ما عارف ان انت ضربت بالنار جي جاري عشان يتطمن عليك ما يغراجش يعني ان هو مش بسرعة سدك ايه انت ست ملاك قصما بعيدت جلال تلالة لو واحدة غيرك كانت مسكت وداني وجلت ايه اخوك يجيه ومجعدش معاك خمس دجايك ومشي على طول طب ايه رأيك بقى ان انا كنت هقول كده زينب عبرها ما تقولك ده بص يا مروان انا عاوز اقولك على حاجة بس من غير ما تكشرلي ولا تحمر عينيك ايه هي انا انا بصراحة كده مش متطمنة لريمو عادل حاسة انو الزيارة بتاعتهم دي وراها حاجة كده اعجلك مش مراحك ما انا عاوز اتطمن عليك وانت مش عاوز تفهمني انت طول الوقت غامض قدامي يا مروان انت انا كتب مفتوح بالنشبالك انت مش سهل برضو انا كل مرة عاوز اقرارك ولا ايش حاجة وباعمل في نفسي بقى اقول خلاص انا رايحا مروان حامل فيها زي ستات الجامدة كده لما بتاخد جوزها وبتجيب اخره زي ما بروح زي ما باجي عشان انا جلبي طيب واحنين وصافين ولي بجلبي ببعين على عنا طب يلا يلا اناكل بقى مواك ليني انا دراية عبار هم ماشي حاضر يا ميرو نعم ميرو ده لو حدي سمي كنت بتجيولوivat ميرو داي تيقق فضيحة فضيحة لي اح مرة انا عبدالجواق تيقق اسمه ميرو بس يصدي ای ق ديا انا قابلك ميرو داي يلا بالهانا والشف بسم الله الرحمن الرحيان الله أعلم أنا حقوم أمشي وحفيق عامتي نزلت للصوت اشتري شوية حاجات وقالتني أنه أنا حصلها طيب أنت مش عايزة أي حاجة لا يا حبيبي سلامتك سد جايب أنت أحسن إنسانة جابلتها في حياتي أحلى حاجة بقى أننا الجو النهاردة جميل جدا أنت شايف الحلق دي لا يا شيخة لازم تبصي عليها مش ممكن الكلام أنت لي ما جبتش معك النهاردة تعالي نوعاتي نتكلم بقى في المفيد أه طبعا تقول بقولك يا شهد أنا عايزة أتجوزك اوعي تقولي لك أن اتفاجأتي أنا أصلي أصلك يا شهد شهد أنت تخبية علي حاجة في حاجة حصلت أنا معرفهاش أنا عايزك يا شهد عايزك من غير أي مشاكل عزة أنا أنا اتجوزت مش زي ما أنت فاهم أنا اتجوزت على الورقة بس والراجل اللي اتجوزته مات الراجل اللي اتجوزته تقتل يا عزة تحب أوصلك في حتة؟ عزة أنا ما خلصتش كلامي لا الكلام ما بيننا خلص خلاص لا ما خلص وعلى فكرة مش عايزك تثبت على طلبك اللي طلبته دلوقتي مش مهم المهم عندي أنك تسمعني وبس أسمعك أهوة سادة يا ابني أهوة سادة اشربها على روح المرحوم ويا طرى بقى أعرفه مين اللي قتله ولا لسه محدش عارف مين اللي عملها أنا مش هلومك على أي تصرف بتعمله دلوقتي عشان أنت عندك حق يا عزة تلو ميني تلو ميني على هيها مداني عزة هو أنا لو قلتلك أن أنا محتاجيها لك وأن أنت السبيلي الوحيد أن أنا أتغير هتسيبني لا مش هسيبي بس إزاي بس كل اللي عايزة منك أنك تسمعني يا عزة أنا الدنيا لما قفرت في وشي ما خطرش في بالي أي حد غيرك أتكلم معاه أنا عارفة أن أنا غلط بس أنا كمان إنسان والإنسان ضعيف يا عزة وأنا تعرضت لضغط كبير قوي من عالتي ومشاكل كتير وكنت كل يوم بتيجي في بالي كان نفسي حكيي لك بس برضو كنت خايفة لو حكيت لك تبعد عني وأنا بصراحة مش عايزةك تبعد خد بالك يا حسن إحنا مترك بيهن كنت عالب جيت على الأرض يا مروان مروان عبد الحكيم نسر عالي في السماء محدش يقدر يصطاده اسمع يا حسن أرض البلد داي ما تشالش غير واحد بس يوم جا مش هتشيل جر حسن والأرض داي بتاكل لو أجف عليها والناس إحنيه ما بترحمش حفظتها وعرفت ديئتها مروان حسن بقولها لك والآخر مرة أنا ليوم كنا أستغن عنك أبدا ولا أنا مروان أنا حتى بقى جالي كم يوم بفكر لما جابي لأبوك بعد عمر طويل هجوله إيه يعني لو حصل لك حاجة خبالك بالعمال الناس داي ما تعرفش غير حشتين اتنين فلوسها والسلاح لو ديتهم ضهرك خلاص امشي امشي كان عايزيدة ولا حاجة يعني ايه ولا حاجة كان جاي سالم على سعادتك مثلاً لأ .. كنت بعدها ورا حسن يعجبه لي ماشي.. تقولي كدة مش ولا حاجة حاضر كلامتي يا صام اه بس ما بيردش غال تمام انا هعدى عليه هتعدى عليه هو انت هتنزل القاهرة اه هنزل القاهرة ليه هو ايه لي ليه هو احنا مش اتفاقنا بها الفيلا بتاعتنا اللي هناك في مشتري يكلمني وعايز يخلص فيها اوكي طب كنت قولي بس يعني عامل حساب يجي معيك لا اما انا نزل لوحدي ليه ماينفعش اسيبك لوحدك ريم لو سامحتي مش كلام ما نتكلم في موضوع تحسين ان انا عاجز وادع الكرسي المتحرك مالش انا اسف خلاص اتفقنا